تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من قناة سيلبي سبورت فيديو غريب بيجيكم مني أنا محمى العواد عكس المتوقع فتحت هالإنستغرام أشوف الرسائل ولا كلها اقبل تحدي أبو سروال اقبل تحدي أبو سروال اللي معها رقمي على التليفون واتساب اقبل تحدي أبو سروال يا عالم شو بده أبو سروال هذا ما هو يعني برنامجه شيء وبرنامجه شيء ثاني هو الناس بتضحك عنده وأنا بضحكش إلا للريف السخن شو اللي فرق فروحت شفت التحدي ولقيت هذا الفيديو بنقول هذا التحدي للأسطورة والكابتن واخونا الكبير محمد عواد الأسطورة أبو قرها معتخذي شيء يقبل لأنه محمد عواد حيادي مش هيطلع يحكي من ذكرة مش هتطلع تحكي من ذكرة بس شوفوا يعني أبو سروال ماكر قال لك عواد مش رح يقبل عشان عواد يقبل إنه إيش يعني يضحك عليه عكل حال بعد الطلبات كلها وبعد التحدي صديقنا أبو سروال لازم ندخل بالقائمة الآن وعن تسع لاعبين ما بحبهم أنا ما بكرح حدا بكرت القدم وممكن حتلاحظوا معظم اللاعبين ما بحبهم إيجوا أيام وأنا صغيري شوي بالعمر كنت شوي متحمس ونار وبغلي بس شوي شوي واحد لما يكبر بصير ناضج مثلي وعاقل وبصير يعرف إنهم لا يحب ولا يكره يشجع ينبسط وهاي بصير كرت القدم لكن في ناس يعني مأثرين فيك خلاص سبحان الله حنبدأ فيهم بعض الأسماء حتوصدمكم بعض الأسماء حتحبوه بتحبوها كثير حتتفاجأوا أني ما بحبها حاندخل فيهم واحد واحد وبكل صدق وبشكل عشوائي وبدون ترتيب رقم واحد ببالي ديفيد بيكهم ليش ما بحب ديفيد بيكهم مش لأنه عنده شعر ومعنديش شعر لا لأنه يا أخي ما بعرف بحس إنه نال من المكانة أكثر من اللعب يعني أخذ كثير بمكانته أكثر مما أعطى بلعبه في الملعب لعيبة كويس بس أنا لما أجي أفكر طيب لمبرد يعني ممكن ككرة قدم كان أهم كان أفضل جيرارد ككرة قدم أهم أفضل سكولز أكيد أهم وأفضل بس هو بتحسه طلع فوق وهم راحوا هيك على المستوى تاني النظرة إلو اللي هادي ما بعرف بتحسه إنه طيب مش أوبر ريتد بس تحس إنه أخذ أكثر من قيمته وشغلة إنه بهالركنية وبهالمباشرة والاستفزاز المطلق تبعه ما بعرف بحس إنه شخصية هيكة ضحكت على الجميع ومشت فيها وأخذت مكاني أكبر وبشان هيك مش كثير لما يجد سيرك بكهم ولما ألقى الناس قديش بعضهم بحبه بطريقة كأنه اليونال ميسي ولا رونالدو لا باستفز وبحكي بصراحة بوجههم يعني جوز أكثر واحد بصارح بوجه اللي بيحبه إنه يا أخي اهدو شوي الروع عرقة مثلين كمان إنجليزي ده بتسيما ما بعرف ليش ما بحبه بس بعرف إنه ما بحبه وبعرف إنه كل ما يشوف أشوفه باستفز يعني هيك خلص بيستفزني من أنا طفل يعني أنا صغير معاوني بيشوفه وهو بيستفزني هالحارس ما بعرف ممكن لأنه بعض أيام وأنا طفل كان في الجرائد الأردنية البرامج يترجف بعض الكلمات الإنجليزية عن سيما أنت قلت حتشوف ياشين جديد فلما أجيت شوفت حارس عادي فقلت إنه شو هاد إضافة لأنه هيك شوي بتحسه ببالغ إنه يبين حاله إنه ريلاكس ومش فارقة معه وبالأخير رونالدينيو خلاها تفرق معه على طول ما بحبوش ما بعرفش ليش أما الرقم ثلاث فأعتقد هو بطل الكراهية حول العالم بطل الناس اللي ما بيحبوه حتى اليونال ميسي ما بيحبوه بنتكلم عن إيكار طبعا مش بس مسألت خيانته الخيانة بتستفز وبتخليك تكره أي إنسان وبتعرف أنه أخلاقه مش تمام الخيانة بكل أنواح بتخليك ما تحب هذا الشخص لكن مش بس هيك الواحد هذا ولد بتحس عقله ضارب شوية يعني الإنتر كان مقدسه صار يعملهم مشاكل بده يطلع وبعدين طلع وفرق الراتب للعلم ما كان يعني مبالغ فيه أعتقد لو فاوض الإنتر بيمروني أكثر أخذ راتبي كويس بس خالص أنا بدي أطلع بدي أثبت أنه العالم بدي يعني غصبا عن العالم بدي أطلع كتب سيرته الذاتية هو كان لساته مشاركة بالدور الأوروبي طبعا إضافة لأنه بيجي بقوال كثير باليوفنتوس وأنا بشجع اليوفنتوس فأكيد أني ما رح أحبه بس بشكل عام بحس هذا اللاعب هيك شوي يعني ما بيستهلينها الروع على رقم أربع الجيل الجديد ممكن ما سمعه ولا عرف فيه ولا عمره عرف أنه موجود الجيل الأقدم شوي بيعمل اسمه زيبينا هذا اللاعب كان بروما إجا كابله على اليوفي جابه ولبعا راح كابله وظل زيبينا هذا اللاعب رمز لكل الكوارث في تاريخ كرة القدم تحت اليوفي أنا بالنسبة لي ما بحبوش لأن كل ما أذكره بتذكر اللي صار في اليوفي للعلم اللاعب فترة من فترات كان اللاعب كويس بس خلصي أخي لما إيجا على اليوفي أصبح مستفز جدا الفريق معاه صار ينهار تحس الكآبة كلها والسلبية كلها جابة على هالفريق ولغيوم السوداء إحنا بالنسبة أنه جمهير اليوفي ما منحبه طبعا أنا ضد العنف لكن وسط الأمور أنه بعض الجمهير تحاول تضربه في أرض الملعب بهذا اللاعب من كتر مكانه الجمهور اليوفي مش قادر تطيق زيبينة أما رقم خامس فمدافع سوبر مدافع رائع مدافع من أحسن مدافعين لعرفهم الحالة جون تيري بس ما بحبه ما بحبه طبعا أكيد قصة بريج بلعبة دور بس هيك بتحس الوجهين يعني أنا بصراحة وجهة نظري مع جون تيريك لما أنا بحب أقرأ الوجوه لما أطلع وجه هيك بحس الوجهين يعني اللي بحكيه شي واللي بقلبه شي تاني بس جون تيري كمدافع بلا نقاش مدافع رائع مدافع عظيم بس كشخص أنا بحبه لا ما بحبه وما بعرفش يعني خلص مش قابل يدخل قلبي من قبل قصة وين بريج وأنا مش حابه وبعد قصة وين بريج زادت أني ما أحبوش أكثر الروح لرقم ستة لفتزي اللاعب الوحيد في تريك كورت القدم كلها في عيهاتي أنا وأنا بشتغل في الإعلام الرياضي في المواقع في الجرائد في أي مكان كتبت عنه بصراحة وبنقاش واضح أكثر لعب منفوخ بحبوش في الدنيا ببساطة اللاعب هذا فعليا لعب دور ماردونا أكثر من اللازم صدق حاله أنه ماردونا ما هو مش كل أرجنتيني بروح على نابولي ماردونا يعني ما بيزبطش هيك مش كل واحد بأخذ رقم بلعب على الجناح وبصير وسط مهاجم ماردونا لا ماردونا هو ماردونا هذا اللاعب لعب دور أكبر التدقيم له والرغبة تاعد جماهير نابولي بأنه عندهم ماردونا جديد خلتني ما أحبوش بكل بساطة والروعة رقم سبعة هذا مش هيعمل لي مشاكل بس 8 و 9 أعتقد هيعملوا لي مشاكل بس أنا مش خايف حكون بالأردن وقت نشر الفيديو طالع إجازة مش هشوف كثير اللي بيهاجموني فإن شاء الله بتكونوا رتحتوا وهديتوا بنرجع نحب بعض لعد ما أرجع من الأردن نروح على السابع اللي مفيش فيه مشاكل بي مكاليس المدافع الأرجنتيني اللي بتحسه هو جاي زي الغراب هو جاي جاي المصيبة معاه هو بدافع جاي المصيبة معه بايرن دورة على أكبر الخسائر مع بايرن وقته موجود مان سيتي الأخطاء موجود بون ما تروح عليه بتحس إنه هذا اللاعب هو جاي هيك مبتسم جاي معه المصيبة يعني في شي غلط بصير معه المدافع لعب معندي كبيرة وفعليا بالغلط مرق والحمد لله يعني ما تصنفش أسطورة يعني هذا شيء لحاله بكفي نروح لرقم ثمانية من اللي بحبهوش وبيحبوه كتير ناس وفي بعضهم بشوفوا ما في الزيوف تاريخ كورة القدم فراشيسكو تتتي تع روما أنا ما بحبه بساطة مشجع اليوفي ما بحب تتتي زي ما أنت بتشجع روما ما بتحب دل بيرو ندفت طبيعي جدا أنا ما بحب تتتي بحب شتتي لأني شعرت بوهل من الوهلات أنه فعلا نعتقد أنه بيملك روما شعرت بوهل من الوهلات أنه صار يفكر بنفسه أكثر من غيره تتتي كلعب رائع تتتي كلعب أنا ممكن أوافق حتى ناس كثير بيحكوا أنه كان أحسن من دل بيرو بس تتتي في الملعب تتتي كشخصية تتتي كقيادة لا عنده عنصر سلبي كثير مستفز عنده عنصر سيطرة كثير مستفز على اللاعبين عنده كثير سيطرة كثير مستفز لمصلحته يعني لمستفي أهم موسم لهم لما كانوا نفسه على الدورة بألفين وتسعة ألفين وعشرة دخل بصدام مع رانياري بأهم فترات الموسم ورانياري جاعدوا احتياط مرة أنه يعني بيكفي فعلا بيكفي لأنه بعض الأحيان كان يفضل نفسه أكثر وفيه أحد بيشبهه مش باعترافي باعتراف بيرز نفسه فكر كازيس رقم تسعة بحبوش ببساطة ما بحبوش والحمد لله أنه اعتزل فبنحكي هلأ بضوح أكيد جزء كبير من عدم محبتي لكازيس مورينيو أنا بحب مورينيو كثير وكازيس سبب كبير بأنه طلع مورينيو من ريال مدريد وليش طلع مورينيو من ريال مدريد عشان مش ماخد راحته الشاب في ملكية النادي اللي تكلم عنها فرارتينو باريز قال لك أنا مشكلتي معاه هذا الحارس أنهم بحبوه بس والله أنا مش شيء مقتنع فيه هو هذا رئيس الريال مدريد مش أنا روح أحكو معاه كازيس القديس الحارس اللي جاب لهم بطولات كان تحت الطاولة مش قديس كان في كثير تسريبات تصير في الريال مدريد والجميع بيعرف مصدرها كازيس يعني أنا هداما بحكي فيه فرق بين أنك تكون الحارس كويس ولعبي كويس وتكون فعلا تلعب للقميص مية في المية هو بلعب للقميص شوي ولأليل وشوي والتسريبات هذي كانت أور أنا كازيس شخصيا وبعلنها بكل صراحة بعترف لأنه حارس ممتاز أحسن حارس بطريق إسبانيا لكن حقي ما حبوش هذه قائمة التسع لاعبين اللي أنا ما بحبهم طبعا ورطنا أبو سروان وعارف هنعيش أيام وأسابيع على هذه التعليقات لفترة طويلة الناس تذكرني بهذا وبهذا وهذا هذا اعتراف صريح لأنه التحدي يوتيوبرز بلقوا الصديق معتصم راح لطلحة من طلحة لمحمد عدنان من محمد عدنان لأبو سروان ومن أبو سروان لأمحمد عواد ومن هون أنا إنتوا دوركم الآن تروحوا تبلغوا تزعجوا تضغطوا عليه لعمر نصوحي خلينا نطلع ونحكي يا حبيبنا يوصديقنا في صباح وكورة عن تسع لاعبين ما بتحبهم وقلنا صباحه نوصل هون لنهاية هالعالقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إستجرام وضروري جدا نتابعوا على سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله